إحنا دلوقتي كمان عندنا مدارس بقى فيها دمج يعني ممكن الطفل يبقى عنده بعض بعض المشاكل البطل أو إعاقة أو حاجة فالطفل ده إزاي يقدر يبقى قاعد مع باقي الأطفال وتبقى حالته النفسية ومزاجه النفسي جيد يعني هو فكرة الدمج هي كانت لتقليل التنمر صحيح لأن التعرض المستمر لشخص مختلف عني ولاقيه قاعد جنبي وبنتلقى نفس العلم وبنعمل كل حاجة بيقل التنمر ولكن أنا بس أحب يا فندم لو نعرف يعني إيه تنمر بس عشان هو لا تعريف علمي وأي سلوك عدواني ونوع من العنف تجاه الآخر متكرر ويكون الغرض منه هو أزى الشخص الآخر والسيطرة عليه وإجباره على أي شيء ممكن يبقى جسدي احنا بنشوف الأطفال ممكن نحدد أطفال معينة يقاضي يضربه وطفل صغير ضرب 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 متكرر يشوف الطفل مثلا ممتلق بعض الشيء فيه يقول له مثلا يدخين أو واحد طويل يبقى ده تنمر لفظي يبقى فيه تنمر جسدي فيه تنمر لفظي فيه بقى نوع أخطر من الاتنين التنمر النفسي إن احنا نجيب كده طفلة أو طفلة ونستبعتها من حياتنا نتجهلها عاجت تتذكري قصة الأديب الرحل إحسان عبدالخدوس طبعا أين عقلي صحيح لما كان الزوج بيتلاعب نفسيا بالزوجة صحيح نوع تاني اسمه التنمر الاجتماعي إن أنا أتجهل حضرتك تماما تيجي تلعبي معنا مش هنلعب معاك أنت مختلفة أو أعمل نفسي مش شايفة بالضبط يا فاند مش شايفة اللي قدامي وكأنك غير موجودة كل أنواع التنمر دي بتؤثر على حاجة مهمة جدا النمو المعرفي والنمو النفسي للطفل ترجمة نانسي قنقر